قول الثاني تحرم الثلاث تحرم الثلاث طيب دليلهم ايه اللي قالوا الكلام ده قال لك حديث عائشة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان قال لك يبقى الثالثة تحرم لمصة ولا اثنين يبقى ما فضلش غير الثالث يبقى الثالثة تحرم واحتجوا ايضا بحديث ام الفضل وهو في صحيح مسلم ايضا ان رجلا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عرابي فقال يا رسول الله اني تزوجت امرأة ثانية مع المرأة الاولى وتزوج امرأة ثانية فزعمت امرأة الاولى انها ارضعت امرأة الحدثة المرأة الثانية يعني شوف يا ده يحيلك ان ما بين المرأتين عشرين تلاتين سنة لدرجة المرأة الاولى بتقول له انا رضعت امرأتك الثانية يقول زعمت امرأة الاولى انها ارضعت امرأة الحدثة رضعتا او رضعتين فقال عليه الصلاة والسلام لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان الاملاجة المصة يعني لكن طبعا العلماء ردوا على هذا وقالوا ان اخدوها بدليل بدليل المفهوم والمفهوم فيه نزاع قول الراجح في المسألة وهو قول اكثر اهل العلم ان الذي يحرم الخمس رضعات واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان مما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن طبعا بعض الناس يرد عليه الآن يقول طبعا دا مش موجودة في القرآن خمس رضعات معلومات يحرم دا مش موجودة في القرآن ازاي بقى عائشة رضي الله عنها تقول فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن قال العلماء ان هذا النسخ العشرة نزلت لخمسة تأخر نسخه جدا حتى ان بعض الصحابة لم يعلموا بالنسخ وعندنا النسخ على ثلاثة انواع عند جماهير اهل العلم لم يخالب في هذا احد يعتد به النوع الاول ما نسخ لفظه وحكمه وحكمه والنوع الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه النوع الثالث ما نسخ حكمه وبقي لفظه يعني الآية موجودة لكن منسوخ تقرأ نعم ده النوع الأخير ما نسخ حكمه وبقي اللفظ الآية موجودة في القرآن ولكن الحكم رفع وده الأشهر في النسخ والأكثر في النسخ الذي يعنينا النوع الثاني النوع الثاني وهو أن ينسخ اللفظ يرفع اللفظ نفسه الآية نفسها رفعها الله عز وجل وبقي حكمها كآية الرجم وهي ثابتة في حديث زيد بن ثابت وغيره من الصحابة أنه قال إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضي من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم وفي صعي البخاري في آخر خطبة طويلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه دعا قراء البصرة فجاءه ثلاثمائة رجل كلهم يقرأوا القرآن فقال يا معشر القراء أنتم خيار أهل البصرة أتلوا القرآن ولا يعني تناموا عنه أو تتركوه فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من سبقكم وإنه كان مما نقرأ سورة في الطول والشدة كبراءة أذكر منها لو كان لابن آدم واذيان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترب وذكر آية أخرى فده نوع من أنواع النسخ عند جميع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة متفق عليه بينهم الآية ترفع يرفع لفظها ويبقى حكمها فهذا من هذا الجنس خمس رضعات معلومات يحرم هذه كانت آية في كتاب الله عز وجل ثم رفعها الله عز وجل وبقي حكمها فيبقى إذن الذي عليه أكثر أهل العلم هو خمس رضعات معلومات يحرم طيب دي عدد الرضعات ده الرضع المحرم العدد طيب الرضعة المحرمة ما هي هل لو التقم الولد الثدي وبعدين أمه مشغولة قامت وحطاه على السرير وراحت تعمل شغلانا ولاجعت رضعته تاني دي تبقى رضع ولا تنين طيب الولد ساعات أمه بترضعه يمص مصتين تلاتة كده وينام تهزه يوم يعد يرضع طيب دي رضع ولا تنين طيب هذا الثدي انتهى اللبن منه عايزة تنقله على الثدي التاني طيب دي رضع ولا تنين مثلا ما هو لابد من نظر ما هي الرضعة المحرمة شف في الحديث خمس رضعات معلومات يحرم الرضعة المعلومة أي المعروفة المشبعة الولد يشبع من الرضعة بشرط أن الولد إذا نزع فمه من سدي أمه أو أمه وضعته وراحت تشتغل لا يطول زمان الفصل يعني لو الولد رضع مصة مصتين تلاتة ووضعته أمه وراحت تشتغل في المطبخ لمدة ساعة ولا بتاع ولا نصف ساعة وجدت رضعه تاني يبقى دي رضعتين فالعلماء قالوا يتبقى الرضعة مشبعة ويشترط أن لا يطول زمان الفصل ترجمة نانسي قنقر